مرحبا أعزائي الصغار كل يوم نتعلم حرفا جديدا واليوم سنتعلم معا حرف النون أخذ مراد صديقه في زيارة إلى بيت جدته وحين وصولهم نظر أحمد إلى فناء منزل الجدة نادرة بإعجاب الفناء كبير في وسط شجرة ليمون وفي كل ركن منه شجيرة ورد وبكل شباك الصيص قرنفل قال أحمد منزل جدة عتيق في وسط الفناء نافورة من المرمر وفي ركن منه قنديل معلق لنتعلم معا يمكن أن نجد حرف النون في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول نافورة نجمة نعامة نحلة نافورة نجمة نعامة نحلة في وسط الكلمة كأن نقول قنديل منزل عنب قنديل منزل عنب في آخر الكلمة كأن نقول صابون أسنان عين صابون أسنان عين ترجمة نانسي قنديل ترجمة نانسي قنديل ترجمة نانسي قنديل